اشتركوا في القناة وعرفنا ايه الهدف من هذا المقرر اتكلمنا بعد كده كمان عن الصف الثاني اتكلمنا عن مقررين ولسه المقرر الثاني هنبتدي نستفيد به النهاردة اكتر اتكلمنا عن الصناعات الغذائية والمجالات او الهدف من هذا المقرر ايه وعملية التصنيع الغذائي والغذاء والتغذية وعرفنا انواع نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية وازاي نعمل وجبات غذائية متكملة وقفنا عن منهج اسمه انعجائن والمغبوزات العجائن والمغبوزات طبعا ده يعتبر عالم جميل جدا والعالم ده بيبقى محتك بالواقع العملي بوجود في كل بيت كل رب البيت بتبتدي تصنع كيكة بتصنع فطير بتصنع اي منتج من منتجات المخابز وهي مع خبرتها بتعرف نوع الدقيق اللي المفروض تستخدمه وبتعرف اه الدقيق ده ينفع لصناعة الكيك او الدقيق ده ينفع لصناعة الفطير او ينفع لصناعة الخبز عشان كده يعني مثلا انت بصت لايه وعجينة لقمة القاضي غير عجينة الكيك غير عجينة كل نوع من انواع المعجنات دي لها طيق معين المرة اللي فاتت برضو اتكلمنا عن اول حاجة المفروض الطالب يعرفها ان هي انواع الحبوب المختلفة ويبتدي احنا بنركز جدا على حبوب الامح لان حبوب الامح دي من الحبوب اللي هي دي قايمة عليها صناعة العجائم هو مش حبوب الامح فقط لا في حبوب تانية بس احنا اكتر حاجة بنشتغل بيها اللي هي حبوب الامح عرفنا تركيب حبة الامح واتكلمنا عليها قلنا ان هي شوفنا الشكل المورفوليجيليها ازاي وانها بتتكون للاندوسبيرب والجنين ونبقى عارفين ان مثلا الجنين بتبقى نسبة الدهوم فيها عليها جدا علشان كده لما بنيجي نعمل عملية الطحن بنبتدي نشيل الجنين ده بالذات علشان ما يسببكش ان الدقيق ده يزنخ برضو احنا في اللي هي طبقة القشرة بيطلع منها بيطلع من الحباية دي منتجات كتير جدا عندك الرد النعمة والرد الخشنة وبيطلع الدقيق باستخراجات المختلفة وبيطلع السميد وبيطلع السيمولينا اللي احنا بنستخدمها في صناعة المكارونا النهار ده برضو هنتكلم او استكمالا لان احنا الحبوب الامح دي اللي طالب بيبقى عارف يعرض برضو انواع الحبوب المختلفة فيه عندنا حبوب القمح الصلبة وفيه عندنا حبوب القمح اللينة يعرف يفرق بين الاتنين ازاي وقلنا المرة اللي فاتت ان حباية القمح اللي بتبقى الصلبة بتلاقي الاندوسبرم بتاعها شكله زجاجي بتبقى شكلها شفاف والاندوسبرم التاني لناي اللي هو القمح الطري ده تبص تلاقي الاندوسبرم بتاعه بيكون نشوي وبيكون شكله طبشيري بينا قلنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا لحد الصورة بتاعت تركيب حبة القمح برضو دي صورة تبين لك حبة القمح شكلها عامل ازاي بعد كده نبتدي ندخل على طحن حبوب القمح فيه عندنا طرق كتيرة لعملية طحن حبوب القمح زي ما انتو شايفين كده في الصورة فيه طاحونة سيلندر لطحن حبوب القمح اسمها مطاحن السيلندرات مطاحن السيلندرات فيه الطحونة اللي هي بيطحنوا بيها اللي هي الطحونة الحجرية لطحن حبوب القمح دي طحونة ودي طحونة بس طبعا اللي بنشتغل بي دلوقتي في المصانع هي طحونة السيلندرات علشان جودة الدقيق اللي عنده بيبقى كويسة وبنطلع استخراجات الدقيق المختلفة انما الطحونة الحجرية تبص تلاقي الدقيق بيبقى فيه نسبة ردة عالية ويبقى لونه برضو مش زي السيلندرات برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نعرفها إيه هي صوامع تغزين الحبوب القمح زي ما أنتوا شايفين أنواع الصوامع المختلفة الطالب بيدرس بيها برضو إيه هي أنواع الصوامع الصوامع الخشبية والصوامع الإسمنتية والصوامع الحديدية ويعرف إيه كل واحد إيه هي عيوبه إيه هي مميزاته علشان يعرف الصوامع اللي كويسة في عملية التغزين بدون أن يصاب القمح بأي نوع من أنواع يعني أنه يفسد هنا فيديو جميل قوي نبتدي به كده الفيديو ده عن تصنيع الخبز الخبز الفينو شايفين انتو الدقيق بيبتدي تعمله عملية نخل اهو بعد ما ببتدي تعمله عملية النخل بيبتدي يجهز ويه دي اهو بيفرغه ويبتدي يعمل بعد ما بتتعمل عملية العجن بالنسب المختلفة من الدقيق والمية والاضافات هتبصت لقيه بيتركوا العجين فترة من الراحة العجين اهو شايفو بيرتاح في الاحواط بتاعتو بيقعد منظر العجين بيبقى شكله يعني كل ما كان العجين اتريح معك كل ما هيبقى المنتج اللي حتطلع عندك منتج كويس اهو يبتدي ياخد العجين اهو بيقلبها اهي دي في الاول لما كانوا بيعملوا عملية الخلط ويبتدي اهو يحطها في الحود اهي تبتدي تحط في الحود اللي حترتاح فيه بتنزل العجينة معجونة كويس جدا ويبتدي العامل اهو يبتدي يخلص العجينة علشان يحطها جوه الحود هتبتدي بقى العجينة هتبتدي تتجه اتجاهتها لعمليات التصنيع اول حاجة بعد ما بترتاح بتبتدي خلاصها هتتسحب لمكان اسمه مكان التقطيع شايفين مكان التقطيع يبتدي قطع العجينة مبرمج على وزن معين بحيث ان كل عجينة زي التانية في الحجم وفي الوزن تقطيعه مستمع بعد كده شايفين العجينة بتاخد المصار بتاحها فيه مصارات كتيرة فيه انواع مختلفة واشكال مختلفة يعني دي عجينة واحدة بتاخد كذا شكل عندنا الشكل دلوقتي اللي احنا شايفينه ده تبتدي حتبتدي تتبطط بتتنسم بيه دقيق وتدخل على الشريط بتاعت اللي بيتحرك تنزل اهيه بعد ما بتيجي تنزل بتبتدي تتبطط هتشوفوا شكلها وهي بتتبطط دلوقتي تنزل تهيه بعد ما بتتبطط كده بتبتدي يتعمل لها بتتعمل على شكل رول رول تتكوّر شايف برول شايف عملت الرول بتاع الخبز اللي هو خبز التوست تبتدي تتحط في القوالب المدهونة بالزيت الخاصة بالتوست اهو بتبتدي ايه فيه نوع تاني برضه ها زي ما انت شايفين بيعملوا عملية تقطيع بس العجينة دي هتروح لاتجاه تاني خالص هتبقى منظر هي نفس التكوين تعالعجينة بس الشكل مختلف هيتعيش الفينو العيش الفينو الصغير كل عجينة واخده مجراها وعارفة طريقها فين كلها مكن تبتدي دلوقتي العجينة ها هتبتدي تدخل في عملية الفرد يبتدي تتعمل لها وتبتدي تدخل في الاواني الخاصة في الصجات الخاصة بتاعتها اللي هو الايه اللي هو شايفينها ده الخبز الفينو بيتجه بعد كده المغبوزات دي تبتدي تدخل في مرحلة التخمير هيدخل اهو في المخمر وفيه انواع كتير من المخمرات اهو بتاخد فترة فترة التخمير بتاعتها عشان تبتدي تكبر في الحجم وتكوين غاز ثانوكسيد الكربون اللي هو والكحول الايصايل اللي هو حيساعد على انتفاخ العجينة بفعل الخميرة بعد كده بيدخل في مرحلة التسوية بيطلع عندك اهو شايف الخبز الفينو العادي شكله جميل جدا ساعت بينسيمه بالماء عشان يلمع وفيه عازة اواريكو التوستة هو العيش التوستة هو اخدينه هو طلعه في الاواليب بتاعته بيبتدي يبتدي يتشال ويبتدي يروح لمكن اسمه مكن التقطيع لانه هو ده حيبتدي قطعه زي ايه زي شرايح عشان يدخل في مرحلة التعبئة هون مش هيدخلو كده في الغلاف بتاعه لأ ده بس هيدخل كده الاول وبعد كده هيدخل على عملية التقطيع مكن شغال بيبقى في مرائب جودة بيشوف المكن شايفين التقطيع بتاع المكن بيستككين اهيه بطريقة سليمة جدا وصحية وطبعا فيه صيانة للاجهزة دي بعد كل عملية تصنيع بيبتدي عملية صيانة للاجهزة تنظيفها اهو التوستة هو بيتقطع وبعد كده بيبتدي هيدخل في عملية ايه هيدخل في عملية التعبئة والتغليف داخل اهو كله بمكان وجميل اهو الفيديو ده بتدي اهو التعبئة التعبئة بتاعتها اهو التعبئة بالمكان كله ويبتدي عملية ايه لحامل الكياس بعد عملية ايه التعبئة كل ده بيكون تحت ممارسات تصناعية جيدة وشروط صحية ممارسات صحية جيدة ده من ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا يعرفناها في عملية تصنيع الخبز لأنه في منتجات المفروض الطالب بيعرفها في التصنيع العجائن دلوقتي عندنا الطالب برضو من ضمن المكررات اللي بياخدها تكنولوجيا المصانع والمخابز تكنولوجيا المصانع والمخابز فيه هدف لهذا المنهج أو هذا المكرر الهدف إنه هو بيعرف الطالب الاشتراطات الصحية عند إنشاء مصنع إيه هي الاشتراطات المفروض يعرفها الطالب بيعرف الطالب أسس تجريل ووصيان وتنظفة المصانع والآلات بيدرسها بطريقة مستفيدة شوية فيها عندنا كمان بيعرف الطالب بالسلامة والأمان في المخابز والمصانع إزاي هو السلامة والأمان وإيه هي الملابس اللي بيستخدمها وإزاي يستخدم طفايات الحريق بيعرف الطالب مخابز ومصانع البسكويت في مصر بيشوف المخابز إيه الأدوات اللي موجودة فيها ومصانع البسكويت نفس الحكاية بيعرف الطالب المعدات وأجهزة وحدات المصنع وبيعرف الطالب بالمخازن والآلات وقطع الغيار وأدوات ومواد الصينة الكلام ده بيكون من خلال طبعا رحلات علمية رحلات علمية لبعض هذه المصانع عشان يشوف الكلام ده رؤية العين عندنا مثلا فيه عندنا الفرن الضوارة فيه عندنا العجان فيه عندنا الترولات اللي بتحط عليها الصواني بتاعت المغبوزات فيه عندنا فرن نفق فيه عندنا كل الحاجات دي الفرادة كل الكلام ده المفروض الطالب بيبقى عارف شكلها إيه عشان ما بيجي يدخل المصنع بيبقى عارف الأدوات اللي معروف بيها برضو احنا بنخلي الطالب بيدخل بيروح بعض المصانع من خلال زيارات ميدانية لمصانع البسكويت يبتدي يشوف خط الانتاج وخط التصنيع بتاع البسكويت ودرجات الحرارة والأفران اللي بيستخدموها وعملية التشكيل كل الكلام ده يبتدي ياخده ويشوفه رؤية العين عمليات التصنيع النسوق العمل دلوقتي عاوز ناس مهارية تعرف ايه اللي بيتعمل بالزبط برضو لابد انه هو يعرف أدوات السلامة المهنية الأدوات السلامة المهنية المقصود بيها الملابس اللي بيلبسها ايه ازاي يلبس الجوانتيات ازاي وهو بيعمل حاجة فيها كهرباء المفروض انه هو يلبس النظارات الطاية اللي بتتحطي فوق الدماغ كل الكلام ده يبتدي والمسكات لازم يابد انه هو يعرف الأدوات دي وبيستخدمها ازاي وطفايات الحريق ازاي بيستخدمها ولازم تكون متواجدة وشروطها ايه برضو من دمن الحاجات ان الطالب بيستخدمها او المقرر من المقررات اللي هي المستخلصات الغذائية والزيوت العطرية المستخلصات الغذائية والزيوت العطرية عندنا الهدف هذا المقرر اول حاجة ان احنا بنعرف الطالب بقيمة المستخلصات الطبية والعطرية وبنعرف يعني ايه كلمة مستخلصات وبنعرف الطالب على مصدر الزيت الزيوت دي موجودة فين وبنعرف الطالب الخطوات الأساسية لإنتاج المستخلصات الطبية والعطرية وبنعرف الطالب بالأسس العلمية بالأجهزة اللي بتستخدم في عملية الإنتاج وبنستخدم برضو أن الإلمان بطرق مختلفة لإنتاج المستخلصات الغذائية والعطرية وبندرب الطالب في مصانع المستخلصات الطبية الغذائية والعطرية من دمنا الدروس الحلوة الكويسة اللي احنا بنحب ندي الطلبة طبعا لابد أن يكون طالب اللي بيدرس مستخلصات غذائية وعطرية لابد يعرف البذور الزيتية إزاي بيتم عملية استخلاص الزيت من هذه البذور الزيتية نعرف أن أول حاجة بنعملها عملية تنظيف للبذرة وفي أجهزة أجهزة كثيرة جدا لتنظيف البذور وكلهم بما يتلائم مع طبيعة البذور في عندنا مرحلة تانية اسمها مرحلة نزع الزغب في بعض أنواع البذور بيبع عليها طبقة زغب شعيرات بسيطة صغيرة دي لابد أنها تتشال علشان كفاءة عملية استخلاص الزيت تكون بتكون بطريقة جيدة في عملية تأشير البذور في مكان لتأشير البذور مكان كثير جدا وفي أنواع كثيرة كلهم بما يتلقى مع هذه البذور ونوع القشرة في بعد كده بنعمل عملية طحن للبذرة علشان تسهل عملية الاستخلاص برضو نفس الحكاية في أجهزة لطحن البذور بعد كده بيتم عملية طبخ البذور ويبقى فيه طبخ البذور لأغراض كثيرة جدا وفي بعد كده عملية الاستخلاص برضو من دمن الحاجات اللي احنا نعرفها أن بعد ببنهاية البذور لعملية الاستخلاص نبتدي إيه هي بقى الطرق اللي احنا بنستخدمها في عملية استخلاص الزيت من البذور الزيتية في الطريقة الأولى المعروفة الضغط الحلزوني الراتب وعلى الجنب كده صورة لهذا الجهاز اللي هو الضغط الحلزوني الراتب والطالب من خلال الزيارات الميدانية للمصانع بتاعت المستخلصات يبتدي يعرف شكل المكنة اللي هو بيستخدمها برضو فيه الضغط العالي الحلزوني الضغط العالي الحلزوني المكنة بتاعتها زي ما موجودة تحت هي اللي هي الضغط العالي الحلزوني وبردو من دمن طرق الاستخلاص الاستخلاص بالضغط ثم المذيب يستخدم مذيبات وأنواع مذيبات معينة وبرضه فيه شروط لاستخدام هذا المذيب مش أي نوع مذيب بنستخدامه فيه بعض الاستخلاص بالمذيبات فقط بنحط مذيب ويبتدي يعمل استخلاص الزيت من البزور اللي عندي دلوقتي فيه بياخد جزء حاجة أو بياخد حاجة مهمة جدا اسمها أماكن وجود أو باب كامل عن الزيوت العطرية احنا عندنا زيوت العطرية زيت الياسمين زيت الورد فيه أنواع زيوت كتيرة جدا طيب احنا نبقى برده لازم الطالب يكون ملمن في أماكن وجود الزيت العطرية في النباتات معينة يعني عندنا مثلا عندنا زي اليسمين عندنا زهرة اليسمين تبص تلاقيه أن الزيت العطرية بيكون موجود فين موجود في الأزهار عندنا مثلا اللي هو الأورنفل الأورنفل ده بيكون فين موجود الزيت بتكون موجود في البرائم الزهية زيه اليسمين أهو الأزهار عندنا الأورنفل زي البرائم الزهية في عندك القرفة القرفة فيها الزيت العطري ده موجود فين موجود في لحاء الأشجار اللحاء بتاع الأشجار بنعمله هي فيها الزيت العطري في عندنا عندنا زي البرتقام طب اللمون اللمون ده الزيت العطري موجود فين موجود في الشر بتاع اللمون ونفس الحكاية البرتقام برضو في عندنا الجنزبيل أو الزنجبيل ده موجود فين الزيت العطري بتاعه ده موجود في الريزومات في عندك الكراوية موجود فين في البزور وبرضه الينسون كل دي موجود نوع الزيت العطري موجود في الزهرة سيان كانت زهرة سيان كانت براعم زهرية سيان كانت في قلف أولوحاء الأشجار زي القرفة ليه إحنا بنعرف أماكن موجودة عشان نعرف طريقة الاستخلاص اللي حنستخدمها إحنا عندنا كده معلومة إن مثلاً زهرة اليسمين زهرة اليسمين الزيت العطري بيكون موجود جوى الزهرة نفسها الحاجة الصفرة اللي موجودة جوى الزهرة دي هو ده زيت اليسمين زيت اليسمين ده ساعد بيستخرجوه بحاجتين إما بالمزيبات بيحطوا مزيب المزيب ده يبتدي يستخلص الزيت وبعد كده بيعملوا عملية التقطير وبيركزوا وبيبقى ده عند زيت أو بيعملوا حاجة اسمها عجينة اليسمين ده بياخدوا الشحوم الحيوانية ويبتدي يحطوا ظهور بتاعة اليسمين ما بين هذه الشحوم في إطارات خشبية كده بتتعامل بيبتدي الزيت العطري ينزل في هذه الشحوم وبعد كده بيتم استخلاص هذا الزيت العطري عندنا الياسمين دي عندنا صناعة زيت الياسمين هنا من الصناعات الجميلة جدا في مصر وبتبقى جودتها عالية جدا وبنصدرها للخارج دلوقتي عندنا برضو عايزين نعرف ايه هي اهم طرق استخلاص الزيت العطري طرق استخلاص الزيت العطري فيه طرق كتيرة جدا اول طريقة من طرق الاستخلاص عندك التقطير بالمية فيه عندنا الطريقة التانية التقطير بالمية والبخار يعني عندنا جهاز تقطير ويبتدي يعمل عملية التقطير بالمية او بالبخار والمية مع بعض او بان احنا بنعمل عملية التقطير بالبخار فقط فيه تاني طريقة اسمها طريقة بالاستخلاص بالموذيبات العضوية بنحط موذيب عضوي طيب فيه عندنا نوعين من الموذيبات بنستخدم اما استخلاص بموذيبات طيارة بيستخلص الزيت العطري وبعد كده نطير المزيب ويتبقى الزيت العطري أو بنستخلص بالمزيب الغير طيار طيب فيه عندنا طرق استخلاص بالعصر الهايدروليكي يعني من عصر الهايدروليكي نبتدي نستخدم يا أما عصرات يدوية يا أما بنستخدم العصر الميكانيكي بالمكان فيه رابع حاجة الاستخلاص بالتحلل الإنزيمي إن احنا بنضيف بعض أنواع الإنزيمات بتساعد في عملية استخلاص الزيت العطري فيه عندك استخلاص بغاز ساني اكسيد الكربون فيه عندنا زي ما انتوا شايفين الجهاز اللي عندك ده الجهاز ده من الاجهزة المهمة جدا في الزيوتة العطرية اسمه الانبيق البلدي الانبيق البلدي ده بيبقى انبيق بيتحط جواه المياه بتتحط فيه البزور خصوصا البزور زي بزور الينسون بزور الكراوية بيتحط عليه المياه وابتدي عملية الغليان وتبص تلاقي المياه مع الزيت بيحصل له تطاير ويتكسف وبعد كده بيبتدي نفصل المياه عن الزيت فيه عندك النوع التاني ده اسمه الانبيق البلدي المحسن الفرع بين الاثنين ان الانبيق البلدي المحسن هنا بنحط في الانبيق البلدي بنحط البزور مع المياه وبيتم عملية الغليان فيه بعض النوع الزيوت بتبقى حساسة لغليان المياه علشان كده بنستخدم الانبيق البلدي المحسن ده بيبقى جواه شبكة الشبكة دي بتحط فيها البذور اللي عندك اللي عايز تستخلص الزيت العطري لفيه وبتحطه جواه الامبيق الامبيق بيبقى فيه مية المية دي يعني ما فيش اتصال مباشر ما بين البذور وما بين الماء وبالتالي البذور بتتعرض لبخار المية وبالتالي ما بيقصرش على جودة الزيت ويبتدي يتم عملية الاستخلاص فيه عندنا في المعامل بتبقى فيه حاجة اسمها وحدة تقطير زيوت عطرية معملية المعامل بتاعة الزيوت العطرية حتبص تلاقي الوحدة دي موجودة قدامك بتعرفها على طول بتقول وحدة الزيوت عطرية فيه عندنا زي ما انت شايف كده فيه طريقة اسمها التقطير البخاري التقطير بالبخار الجهاز اللي بيستخدم فيه زي ما انت شايف في الصور الصف الثالث عندنا بقى فيه عندنا ثلاث فروع مهمة جدا او ثلاث مقررات اول مقرر عندنا الصناعات الغذائية واسم عجائن والمغبوزات وحفظ وتصنيع اللحوم طيب المقرر ده بيهدف ايه اول حاجة اكساب الطالب مهارات فيه معرفة يعني بنديله جزء معرفي وبنديله جزء مهاري فيه حاجات كتيرة جدا اول حاجة بنبتدي نديله ازاي انه هو طريقة تصنيع المرباط طريقة صناعة الجلي طريقة صناعة المرميلاد والفاكهة المحفوظة بنبتدي ناخدهم واحدة واحدة مراحل التصنيع المعينة وشروط عملية التصنيع ازاي وبنبتدي فيه المعامل نبتدي نصنع قدامهم المرباط احنا عندنا في المدارسة الزراعية صناعة المرباط يعني المدارسة الزراعية قائمة على صناعة المرباط وصناعة التخليل صناعة المرباط طبعا بيشوف ايه هي المفروض يبقى الطالب يعرف يصنع مرباط ازاي ويعرف ايه هي سلوب يعني الاساس العلمي في عملية التصنيع وازاي ما هو الجزء المعرفي ياخده كويس وبالتالي لما يجي يطبق جزء المهاري هتبصت لايه بيطبقوا بطريقة صحيحة جدا برضو يعرف ايه طريقة صناعة الجلي وازاي معناها ايه جلي وطريقة تصنيع المرميلاد وطريقة تصنيع الفكهة المحفوظة ويبتدي يعرف ازاي ايه تركيزات الحفظة ازاي يعرف نقطة الطبخ بتاعة المرباط دي ازاي يعرف في المصنع ايه ايه هي نوع الاجهازة اللي بستخدمها عشان ايه التركيز اللي هو احنا كلنا عارفين اللي هو الريفراجتوميتر ازاي ياخد العينة وازاي يحطها وازاي يقس التركيز وازاي يعرف ان هذا المنتج مزبوط او لسه ناقص عايز يزيد يبتدي دعمية اجراء عملية الطبخة مرة اخرى عشان يبقى امن برضو يعرف انواع الفساد المخصوص الموجودة في هذه المنتجات ويعرف ايه سبب هذا الفساد ويعرف لو شاف الفساد يعرف ايه الخلل اللي حصل في عملية التصنيع الغذائي وبالتالي يبتدي ياخد الاسس المعارفة والمهاري بطريقة سليمة برضو من ضمن الحاجات اللي هو المفروض يعرفها الطالب اللي هو صناعة استخراج السكر من قصب السكر عندنا دي صناعة كبيرة جدا من في مصر عندنا صناعة السكر من قصب السكر وصناعة السكر من بنجر السكر يعرف الطالب برضو ايه خطوات ايه ازاي القصب امتى يبتم حصاده وامتى يستخدمه علشان يدخل في مراحل تصنيع السكر وازاي ان احنا ما نسيبش القصب لفترة ما بعد الحصاد عشان السكر اللي جواه ممكن يتحلل برضو الصناعة ليه بذات الصناعة دي لأن أصب السكر في مصر منتشر زراعته وبالتالي دي تعتبر صاروة قومية عالية جدا برضو باستخلاص السكر من بنجر السكر ونعرف شكل البنجر السكري ده ايه ونعرف كمان الفرق ما بين السكر الخام والسكر المكرر نعمل عملية تكرير السكر زي نعرف نفرق بين سكر البنجر وسكر أصب السكر الأهمية الاقتصادية للسكر والمعوقات اللي هي بتدخل في تصنيع عملية السكر ايه المعوقات اللي بيقابلها بنعرف كمان ايه هي القصب لما بيجي يدخل في مرحلة العصر نعرف ايه هي شروط عملية العصر وانه نعمل ايه في عملية العصر وحاجات معينة عمليات ترتيب القصب ترتيب مصصة القصب بنعمل ترتيب بالمياه ونبتدي ندخله في مراحل أو خطوات صناعة السكر ونعرف احنا ما بنجي ناخد عصير القصب ايه الشوائب اللي بتبقى موجودة فيه وازاي نتخلص منها وازاي ان احنا نعمل عملية التركيز لهذا العصير عشان يبقى شراب القصب ومنه يبتدي يطلع السكر وبرضو الطالب يعرف ايه فاق عملية الترويق ازاي ان تصنيع السكر ان احنا ما بنجي ناخد عصير القصب ازاي بنتخلص من هذه الشوائب عن طريق هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو الجير وايه هي فايدته وبيعمل ايه كل اضافة من الاضافات على العصير ايه ازاي ونعرف كمان الطالب ازاي بياخد العصير ده ويعمل له عملية التركيز وايه هي شروط عملية التركيز وازاي يعمل وازاي بيشوف بعينه مرحلة البلورة وايه اللي بيساعد على عملية البلورة وبالتالي بيطلع عنده السكر بيشوف ايه هي انواعه ايه هي انواعه واشكاله بيدرسه بطريقة صحيحة وبرضو من ضمن الحاجات اللي المفروض برضو الطالب بيعرفها المخلفات بتاعة قصب السكر عندنا مخلفات كتيرة او في قصب السكر عندنا الاوراق الجافة نستخدمها في ايه الزعزيع الخضرة دي هل دي بتترمي لا برضو لها استخداماتها باستخدمها في صناعة الكحول وفي تغذية المواشي وباستخدمها كوقود والاوراق الجافة دي احنا بناخدها ومبتدي نحرقها ويضاف لها بعض الاسمدة وبتستخدم كاسمات للطربة برضو نعرف ان من المخلفات كتيرة زي شمع الساك ازاي بنستخدمها في صناعة الشمع وازاي المخلفات زي الملاس الملاس ده اللي هو السائل المتخلف من صناعة السكر من قصب السكر الملاس اللون وبوني ده ايه هي الصناعات القائمة على صناعة الملاس فيها عندنا صناعات كتيرة جدا الاحماض وحمد اللاكتيك وحمد الستريك وفيها عندنا الخل وفيها عندنا صناعة الكحول كل دي صناعات جميلة جدا على مخلف الملاس مصاصة القصب اللي بتترمي ما بتترميش دي بيتخذ المصاصة القصب وتبتدي تتعالج معالجات خاصة ونبتدي بندخلها في صناعة الواء ونستخدمها في صناعة الواء والالياب دي صناعة قائمة بذاتها وبنستخدمها في صناعة الخشم الحبيبي برضو بنستخدمها في العوازل بتاعت التلاجات كمادة عزلة مش لوحدها بيتم إضافات أخر برضو وتبتدي تتعامل العوازل أهو قصب السكر دي صناعة مهمة جدا سين سكر أو مخلفات بتاعت القصب السكر دي بيتم دراستها بطريقة بشيء من الاستفادة برضو من ده من الحاجات المفروض الطالب بيدرسها اللي هي صناعة العسل الأسود والحلوة الطحنية إزاي هو من قصب السكر ده من عصير القصب يبتدي يصنع العسل الأسود وإزاي إيه هي العيوب اللي حيقع فيها عيوب العسل الأسود إيه وبيكون نتيجة إيه وإزاي شروط عملية تركيز عصير القصب عشان العسل الأسود ييجي عندك بطريقة لون بني محمار حلو وما بيكونش فيه أي تسكير وبيجيب لك برضو الحلوة الطحنية حيبتدي يدخلها لك من أول عملية تحميس السمسم وإنتاج الطحينة لحد عملية إنتاج الحلوة الطحنية وكل حاجة وشروطها إيه ومميزاتها إيه وصفات المنتج الجيد إيه كل ده بيدرسوا طالب الصناعات الغذائية دراسة شيقة جدا فيها حياتية دراسة حياتية موجودة في الواقع بتاعنا برضو من دمن الحاجات اللي المفروض الطالب يعرفها صناعة الكحول وصناعة الخل دي صناعتين برضو في تصنيع مجالة تصنيع الغذائي لابد أن الطالب يعرف إزاي الكحول بيكون إزاي عن طريق الملاس اللي أنا أخذته من مصانع قصة بالسكر إزاي أبتدي أحوله بعملية التخمر الكحولي وأحوله الكحول بواسطة إيه والظروف المناسبة لإنتاج الكحول برضو صناعة الخل إن إحنا ناخد الكحول ونبتدي نعمله عملية أكسادة ببكترية حمد الخليك اللي هي الأسيتوباكتر علشان ينتج الخل اللي هو اسمه التخمر الخليكي كلها صناعات قائمة على بعضها كلها صناعات قائمة على بعضها الطالب بياخد جزء معرفي جميل جدا في هذه الجزئية وبتالي مش بياخد جزء معرفي بس جانب مهاري جانب مهاري إزاي إن إحنا بنبتدي ندخله في زيارات ميدانية المصنع السكر يبقى الطالب بيبقى داخل جوه المصنع بيبقى عارف كل مراحل الإنتاج وعارف كل حاجة بتتعمل ليه وبيشوف بقى رؤية العين شكل العصير وهو بتعمل له عملية التنقية وبيدخل فيه المراحل بتاعت التركيز والبالورة وإزاي بيتقرر وإزاي الملاز ده بندخله في صناعة الكحول والمخمرات اللي بنستخدمها في صناعة الكحول لشكلها عامله إزاي وإزاي بنعمل عملية تصنيح الخل والخل اللي عندك ده خل إيه نوعه خل جيد جودته عالية جودته قليلة إزاي بنعمل عملية تعتيق للخل عشان ريحته تبقى قوية إيه هي عيوب الخل الخل اللي عندك لما تشوفوا كده نعرف فيه عبل ايه لو شوفنا اشكال جيلاتينية كده فيه بقى خلي في ايه اي انت من خلال رؤيتك ومن خلال الجانب المعرفة هتعرف بالضبط تحكم على جودة المنتج بطريقة سهلة جدا من دمنا برضو الحاجات اللي هي صناعة زيت الزتون برضو الطالب هياخد درس حلو جدا عن صناعة زيت الزتون هيعرف ايه هي الاصناف زيت الزتون اللي موجودة في جمهورية مصر العربية وبالزات الاصناف اللي بتتزارع في واحد سيوة ايه هي انواحها بياخد برضو الطالب في ايه هي العوامل اللي بتأثر على كمية الزت داخل السمار السمار بيبقى فيها نسبة زيت يعرف كل حاجة بتدخل فيها نسبتها قد ايه وليه بعد كده بيبتدي ياخد يشوف ندخله في مرحلة ازاي بيستخلص زيت الزتون من الصمرة وازاي بيحافظ على الصمرة علشان خاطر جودة الزت بتبقى عالية ازاي يبتدي يعمل عملية العصر للصمرة لازم تكون الصمرة جيدة ما تكونش فيها خدوش او جروح علشان الزت اللي عندك ما يطلعش جودته منخفضة بعد كده برضو الطالب حيبتدي يعرف لما بيجي يستخرج الزت ده الزت ده ازاي بنكشف عن الغش بتاعه ايه هي الاختبارات اللي بيتم معرفتها عشان نعرف غش زيت الزتون ازاي ان احنا لما بنيجي نحط زيت الزتون في التلاجة لو تكون طبقة عكرة نقول ان الزت ده مخشوش والعكس صحيح ايه هي الاختبارات اللي بيتم على الزت رقم البيروكسايد الحاجات ده رقم اليودي الحموضة كل الكلام ده بيتعرف الزت بعد كده الطالب برضو بيعرف اقسام الزت الزت بتقسم لإيه يعني ايه كلمة زت بكر يعني ايه زت درجة اولى زت درجة تانية ويعرف الفرق بينهم ايه كلام ده كله دراسة بيعرفها الطالب بطريقة لذيذة جدا وبسيطة مبسطة من دم ده برضو الحاجات اللي المفروض الطالب بيعرفها اللي هو بياخد كرس كامل او مقرر عن عملية التعبئة والتغليف يعرف يعني ايه تعبئة والتغليف ايه فائدة التعبئة والتغليف ياخد نوع العبوات المختلفة ايه العبوات المختلفة عندنا العبوات المعدنية والعبوات الزجاجية وعبوات البلاستيك يعرف مميزات وعيوب كل منها وازاي العلب الصفيح دي بتتعمل طريق التصنيع العلب الصفيحي إزاي ونوع الورنيش اللي بيتوارنش به العبوة أو العلبة وكل نوع ورنيش مناسب لنوع مادة غزائية مختلفة أنواع الإنمل اللي بيتوارنش به المادة العلبة ويبقى عارف برضو في صناعة الورق الورق المحسن الكارتون الكلام ده كله يعرفها ويعرف أهم الاختبارات اللي المفروض تجرى على الورق عشان نعرف إن الورق ده جاودته كويسة وللأ نعرف كمان النجالات اللي هي العبوات البلاستيكية والجديد في صناعة البلاستيك عندنا البولي إيسيلين والبولي بروبيلين وعندنا السيلوفان وكل دي أنواع إزاي إن إحنا عن طريق البوليمر نبتدي نصنع الأنواع من العبوات المختلفة البلاستيكية وكل واحد بيلاهم إيه نوع من أنواع الأغذية ده الهدف من المقرر بتاع طالب الصناعات الغزائية في منهج سنة عندنا دلوقتي فيديو بسيط كده حنشتغل بي دلوقتي اللي هو عبارة عن إيه إزاي نصنع مربة المشمش أو ممكن طريقة بسيطة كده إزاي الطالب نصنع مربة المشمش معنا الفيديو هو أول حاجة بيبتدي زي ما إنتوا شايفين كده المشمش هيص لونها جميل كل ما كان اللون فاتح كل ما كانت مربة المشمش جميلة لو نعرف خطوات التصنيع بتاعتها إحنا حناخدها على نطاب منزلي صغية وده اللي بيتعمل في الصناعة عندك صناعة مربة المشمش زي ما إنت شايف المشمش عندنا بيكون جودته عالية كل ما استخدمت السمار كويسة كل ما كان المشمش المنتج جيد عندك طبعا السكر أول اللي بتحط عندك طبعا حمض السيتريك عندك على كل كيلو مشمش بنحط كيلو ربع سكر بس خلي بالك كيلو مشمش مجهز يعني مجهز يعني متشال منه النواة عندك هدلوقتي هي بتعمل عملية التقطيع وشالة النواة تبتدي تعمل عملية تقطيع وتبتدي تحط المشمش داخل الأواني بتاعتها خلي بالك كل المشمش ده فيه طرق كتير على عملية تصنيعه دي طريقة من الطرق اللي يعني أنا جربتها شخصيا وكانت الجودة بتاعت المشمش عاليا قوي بتبتدي تاخد المشمش اهو الجيد اللي هو سماره كويسة خالي من اي اي اصار يعني ممتاز جودته عالية من اللون والطعم والريحة وتبتدي تاخد السكر اهو وتبتدي تحطه على المشمش زي ما انت شايف كده خلي بالك في المعامل ممكن بيعمل الطريقة دي وممكن فيه طرق تانية بيضيفه نص السكر ونص التانية اسناها عملية الطبخ لا هنا بقى بتضيف السكر زي ما انت شايف كده كلها تحط على بعضها كلها كده السكر وتبتدي تحط ملح اللي هو اللمون اللمون بتحطه على كل خلطة دي كلها وتبتدي تعمل عملية تقليب جيد للايه للمربة شايف بتعمل عملية التقليب الجيد ازاي هي قليبتها كويس جدا بعد ما بتدي تعملية عملية التقليب تبتدي ما تعملش اي بقى طبخي لها ولا اي حاجة لا دي هتبتدي تعمل لها تغلفها كويس تغلفها كويس الآن زي ما انت شايف هي بتعمل تقليب صح تبتدي عندك تغلف المشمش وتسيبه في التلاجة ممكن فترة يوم كامل هتبصت لقي تاني يوم اللي حصل هتبصت لقي ان السكر ده ابتدى ياخد العصارة بتاعة المشمش ويبتدي يطلع بيه البر يعني اذا حيبقى المشمش منه في العصارة بتاعته شايفين هاي دلوقتي حيبين لك دلوقتي المشمش بعد تاني يوم هتبصت لقي فيه السائل بتاعة المشمش او ابتدى يطلع العصير بتاعة المشمش اهو وتبتدي تاخد ده وتبتدي تعمل عملية الطبخ خلي بالك الجودة بتاعت المربة بتبقى جميلة جدا ويبقى لونها رائع لما بتعمل كده خلي بالك هيضافة حمد الستريك حمد الستريك ده بيمنع التسكير وبيعمل حاجة تانية انه بيحافظ لك على اللون الاصفر كده بالمنظر ده بعد كده بتاخد المشمش بالعصير بتاعه كده وتبتدي تدخل في عملية الطبخ هي دلوقتي هتبتدي تطبخ هتدخلها في الانية الخاصة بيه طبعا ده اسمه الطبخ في الاواني المفتوحة في عندنا طبخ في الاواني اللي هي في المعامل هي مزدوجة الجدران اللي هي تحت تفريغ عندك هو بتبتدي تحط المشمش مع العصير بتاعها وتبتدي تعمل عملية الطبخ عملية الطبخ يا شباب بتبتدي يا عزائي المشاهدين بتبتدي تاخد حوالي نص ساعة بتاخد نص ساعة كده عملية تقليب جيد ده ما يراع عند عملية الطبخ نعمل تقليب مستمر وفي حاجة كمان بنعمل هنا بقى البطرمانات اللي حتبتدي تتحضر لعملية التعبئة احنا كده ما عندناش جهاز تعقيم طيب احنا ممكن نعمل عملية تعقيم في البيت بطريقة سهلة جدا شايف البطرمان حطت مياه هي مياه تغلي خلي بالك التأكينك بتعمل عملية تعقيم دلوقتي للمربط تاخد البطرمان وتبتدي تلفه في قطعة من الكماش او فوتة نظيفة زي ما انت شايف كده ولازم يكون نوع الازاز كويس ما يتفرقعش منك وما يكسرش هتاخد البطرمان وتبتدي تحطه في الماء المغلي يعني الماء طبعا ويتغلي وتبتدي ايه تسيبه وتبتدي تسيبه فترة كده بسيطة ويبتدي عندك الغطيان اللي هي المعدنية تبتدي تحطها مع المية ويتعمل عملية تعقيم للبطرمانات عشان ما تيجي تتعبئ فيها المربة تبقى المربة ما تصابش عندك المربة برضو المفروض ده ايه ده الوقت بتغلي اهي المفروض بنعمل حاجة مهمة جدا بنعمل عملية قشط للريم المتكون اول باول وده بيتم في عمليات التصنيع الكبير لان الريم لو توجد هتبص تلاقي لون المربة عندك بيكون لونها غامق وبتبقى لونها مش كويس فانت كل ما بيتكون الريم تبتدي تشيلها طبعا في المصانع برضو بيبتدي العامل يبتدي بيشيل الريم المتكون اول باول بالطريقة دي وعشان خاطر يوصل للتركيز بتاع المربة تركيز المربة طبعا مع ستة البيت طبعا ممكن تعمل حاجة اسمها اختبار المعلقة يعني اختبار المعلقة يعني لما بتيجي تعمل عملية الطبخ تاخد عينة كده بالمعلقة وتبتدي تعمل لها عملية ايه بتسكوبها ببطء لو عملت خط متصل يبقى كده المربة استوت لو عملت خط متقطع تبقى معنا كده ان المربة ما استوتش دي اسمها اختبار المعلقة للسيدات اللي هم بيخطبخوا طيب لو في المعمل لا بنستخدم الريفراجتوميتر الريفراجتوميتر ده هيقسلك التركيز فيه عندنا ريفراجتوميتر يدوي وفيه ريفراجتوميتر ديجتال تحط عليه التركيز على طول يديك نسبة المواد الصلبة اللي هي المفوضة كل 70% شايف هي بتعمل ايه دلوقتي هي اخدت البطرمانات اهيه وتبتدي تحطها مقلوبة عشان تتصفى من المياه بتاعتها يعتبر كده البطرمان معقم منظيف تماما المربة دي هتقعد فترة طويلة من غير ما يصاب اي نوع من انواع الفساد فيها اهيه البطرمان اهو قدامكه والغتيام بتاعتها اهي طبعا بعد ما بتم عملية التصفية خالص ليه انت عندك هالمربة بتاعت تستوي عندها وابتاعت من خلال خبرة ربة البيت بتبتدي تعرف عملية السوا بتبقى جات ازاي برضو من خلال اللي هو بنعمل خط مطلوبة نبتدي ايه اهي بدت خدت المربة ايه وتبتدي تعمل عملية التعبئة بأدواتها النظيفة بتبتدي عملية التعبئة زي ما هي كده ده انت شايفين المربة هي سخنة وتبتدي تعب البطرمان لحد ما يوصل للاخر شوفوا بقى هتعملوا ايه بقى الخطوة اللي بعد كده علشان خاطر نقول ان المربة دي تعقمت المربة دي تعطبها ايه سخنة هي بعد ما بتعمل عملية التعبئة في البطرمانات المختلفة هتبتدي تقفل الغطى بتاع البطرمان بطريقة صحيحة هي المش مش هو شكله جميل وفاتي بس ايه البطرمان اتمال على الاخر بس ايه هتعمل ايه دلوقتي هتقفل البطرمان وهتقلبه مش هتسيب البطرمان كده لا دي هتقلبه شايفين اه هي قلبته ليه كده ده يعتبر عملية تعقيم المربة سخنة هتعمل عملية تعقيم للبطرمان وهتعمل تعقيم للغطاء بتاع البطرمان يبقى انت كده عملت تعقيم انت حتى ما تيجي تفتح العبوة بتاعة المربة دي هتبصت لها تعمل معاك صوت كده تضمن ان شاء الله ان المربة اللي عندك بيتم بطريقة سليمة والجودتها عالية واللون بيبقى كويس بعد الفيديو ده طبعا برضو في فيديو تاني عايزين يعني جميل كده برضو يعني حتشوف مرحلة انتاج الحلوة التحنية خطوات صناعة الطحينة الاول وبعد كده خطوات صناعة الحلوة التحنية احنا عارفين طبعا ان الطحينة بتنتج من السمسم السمسم عندنا حشراحة كده بموجز عشان ما تيجي تشوف الفيديو بياخدوا السمسم الاول بيبتدي يعملوله عملية غربلة وعملية تنظيف للشوائب اللي فيه كلها بعد كده بيبتدي يعملوا عملية نقع للسمسم في المياه المياه العادية طبعا السمسم لما بيجي يتنقع في مياه عادية بيحصل ان طبقة القشرة بتبقى طرية وبالتالي لما يجي يدخل على مرحلة التأشير يبقى سهل ان القشرة دي تنفصل بناخد البزور بتاعت السمسم بالقشرة بتاعها ونبتدي ننقعها في محلية ملحية مياه ملح اغبار من المحلية الملحية في غرض من المحلول الملحي ده الغرض ده اول حاجة ان هو هيفصل لك البزور بتاعت القشرة هتطلع فوق وليش هينزل تحت ويخلي لون البزرة بتاعت بزرة السمسم لونها فاتح وبالتالي دي حيبقى جودة الطحينة اللي عندك جودة ممتازة بيعمل بعد كده عملية تحميس للسمسم والتحميس ده لي كزا غرض وحنقوله دلوقتي بعد كده بياخد السمسم ده وبيدخله في المطاحن الحجرية اللي احنا هنشوفها دلوقتي ودي صناعة الطحينة بجودتها عالية نشوف كده في الفيديو الجاية ده اي خطوات صناعة الطحينة اول حاجة بيبتدى يعملوها بتبتدى عملية الغربلة شايفين الغربلة بتاعت السمسم اه بيتغربل السمسم بيتغربل اهو عشان اي اتربة او يبتدى يبتدى يعملوه نقع في المية بعد ما تنقع في المية بالقشر بيتفصل عنه اهو المية بعد كده بيحطوه في محالي الملحية عشان يفصل ايه يفصل القشر عن بزرة هنا بيعمل غربالة تانية غربالة تانية بحيث انه هو بيضمن تماما انه ما فيش اي نوع من انواع الشوائب السمسم زي ما انت شايف اهو كده اهو بيدخل بعد كده فيه مرحلة اسمها مرحلة ايه كل ده غربالة وتنظيف للسمسم شايفين بعد كده بيدخل فيه عملية اسمها عملية التحميس وغير من عملية التحميس انه هو اهو شايف شايف التحميس بتده عملية التحميس المحمصة شغالة يديني اللون المميز للسمسم اللون البن وبعد كده بيدخل في مرحلة الطحن اهي المطاحن اهي اللي بتدور اهي زي حجرية كده اهي تبتدي تلف كل مكان السمس المتحمس كويس كل مكانة الطحن بتاعه سريع وسهل ان ينزل الطحينة الطحينة عندك اهي جودتها عالية اهو زي ما انتو شايفين الطحينة اهو نازلة اه الطحينة دي اه بتبتدي اه طبعا لونها حلو لان احنا عملنا تحميص صحيح ما زودناش عملية التحميص ولا حاجة بيبتدي الطحينة تبتدي تدخل في غليان في حويات للغليان عشان تتعقل وبعد كده بيتم تعبئتها في البطرمانات زي ما انتو شايف كده ويبتدي يعمل عملية ايه عملية يعني يعبوها بقى ممكن اه حاجات كبيرة او صغيرة ويبتدي عملية ايه التعبئة او التغليف وتبتدي يتعمل عملية التسويق برضو من ضمن الحاجات برضو اللي ناخد بالنا منها الطحينة دي ما سيرها ايه الطحينة دي بناخدها ونبتدي ندخل الصناعة التانية عندنا ايه الصناعة التانية؟ صناعة الحلوة الطحنية الحلوة الطحنية ببساطة جديدة هما بيخلوا الطحينة دي عندهم على جنب ويبتدي يعملوا محلول سكري السكر مع الماء مع حمد السيتريك مع حاجة اسمها عقل حلوة وعقل حلوة ده ده مستخلص عقل حلوة بيتحط كله في حلوة ويبتدي يتعمل عملية التقليب والغليان عقل حلوة ده ليه فايدة مهمة جدا انه بيخلي الحلوة بتكون هشة وبتكون الحلوة الطحنية بتضف بقق بسرعة وبيكون لونها فاتح وبيكون وزنها تدي كنحية اقتصادية حلوة الحلوة التحينية دي بناخد طبعا بعد إما المحلول السكري يبتدي يتقل ويبتدي يتركز الشراب السكري يبقى تقيل ويبقى فيه علامات مضجلي لونه بتحول اللون الأبيض أبتدي أحط فيه حلل اسمها حلل نص دائرية كده العامل بيبقى واقف وبيبقى لابس كفاس كفاس صوف ساعد كده ويبتدي يرأى الشروط الصحية ممارسات الصحية والتصناعية جيدة وبعد كده بناخد كمية الطحينة قد كمية ايه قد كمية المحلول اللي هو الشراب السكري يبتدي يعمل عملية ايه العجل ويحط الإضافات المختلفة زي عندك ايه الشوكولاتة عندك جوز هند عندك مكسرات فانيليا كل الإضافات دي بيتم إضافتها على الحلوة التحينية وبعد كده بيمسك الحلوة التحينية بيبتدي يعمل لها عملية تشكيل وتقطيع وتعبئة حنشوف كده برضو فيديو بسيط كده مددو تقيتين إزاي الحلوة التحينية بتتصمع عندنا اهو الحلوة التحينية اول حاجة عندك اهو محلول السكري اهو بيبتدي تعمل له عملية طبخ خلاص يبتدي اهو شايفين ده نطج المحلول السكري الشراب السكري بيتقل معاي بعمل زي الشربات بس لونه ابيض كده يبتدي هيل حلة النص دائرية زي ما انتو شايفينها كده بيبتدي تحط الطحينة خط الطحينة اهو بيتحط كمية الطحينة على المحلول السكري او سوري الشراب السكري وطبعا كله بيبتدي يبتدي يتعمل بعد كده الطحينة اهو بنفس كمية الطحينة يبتدي يحط الاضافات المختلفة زي ما انتو شايف بيحط هناك كاكاوة اهو ويبتدي يعمل عملية التقليب والعجن خلي بالك التقليب والعجن كل ما بيكون صحيح شايف التقليب يدوي شايف الطحينة شاكلها عامل ازاي تقليب كويس جدا اهو ويخلي بالك التقليب والعجن دي برضو من شروط حلوة طحنية تكون جيدة وكويسة بعد كده اهو حط مثلا عليها الشوكولاتة يبتدي يحطها هاي العجينة يبتدي تتقل معه ويبتدي يقسمه يبتدي العامل يعمل ايه العجن بايده اهو العجن بالايد حطت اللي هي الحلوة الطحنية اللي هي بتتحطي الشوكولاتة مع العدشاف عاملين ايه يبتدي يعمل عملية تقليب عشان يضمن تجانس عملية الخلط والعجن زي ما انتوا شايفين اهو ويبتدي يوزنها ويوزنها وتبتدي تتحط في الاوالب المخصصة ليها تطلع بقى ايه حاجات معينة عندك ايه ويبيعمل مرحلة التعبئة والتغليف زي ما انتوا شايفين الحلوة الطحنية دي فايدتها الغذائية عالية جدا اه بتساعد بيبقى فيها نسبة طبعا السمسم فيها فيتامين اي وفيه بتساعد في علاج السعال وفيها ليها فواد عظيمة جدا وتدي طاقة للجسم اه برضو من ضمن الحاجات برضو اللي احنا عايزين نعرفها برضو في مقارن الصناعات الغذائية في قصة سنة تالتة عندنا ايه العجائن والمغبوزات الهدف من المقارن بتاع العجائن والمغبوزات حاجات كتير اول اول هدف من العجائن والمغبوزات ان احنا بنتي القيمة الغذائية نعمل مهارة في صناعة العجائن الغذائية المختلفة بنشوف انواع العجائن ايه هي وبنعرف ايه هي طرق العجن المختلفة في عندنا طرق كتيرة جدا المباشرة والسفنجية ولازم نعرف كل طريقة ازاي وطريقتها ازاي برضو من ضمن الحاجات اللي بيعرفها العجائن المستخدمة في صناعة الماكارونا وازاي ان احنا نعرف العجينة تاعت الماكارونا ازاي وايه هي عيوب الماكارونا وايه هي شروط المواجب توفرها عند صناعة الماكارونا الجيدة برضو في العجائن المفروض نعرف اختبارات عملية العجل بمعنى ان احنا بناخد العجينة وبنبتدي نعمل لها اختبارات المرونة والمطاطية والقوة دي بباسطة اللي هو الاكستنسو جراف جهاز الاكستنسو جراف بنشوف بندخله جوة المعامل بتاعة العجائن اللي موجودة في المصانع الكبيرة ويبتدي يشوف الجهاز بتاعة الاكستنسو جراف ده بيعمل ايه وجهاز الفارينو جراف اللي بيشوف قوة امتصاص الدقيق للمية بيمص المية قد ايه الكلام ده كله بيشوف رؤية العين عشان يعرف الدقيق ده من خلال الاختبارات ده يعرف هيتوجه فين ونوع الدقيق ده هل هو هيستخدم في صناعة الكيك او هو هل هو هيستخدم في صناعة الخبز البلدي او الافرنجي برضو العجائن برضو المفروض الطالب بيبقى عارف الحلوة الشرقية بيعرف صناعة الحلوة الشرقية وبيعرف صناعة طبعا السمسمية والفولية والجوز الهند ويعرف ايه هي الشروط الحلوة الجيدة وازاي بيتم تصنحها برضو بيعرف الطالب صناعة البسكويت ويعرف ايه هي انواع البسكويت سيان كان بسكويت ناعم او بسكويت خشن والاضافات المختلفة للبسكويت سواء كان بسكويت شكولاتة فيه عنده بسكويت البلح فيه يعرف الويفر ازاي يعملها والجوافريت والفرق بين الويفر والجوافريت كلام ده كله بيبتدي يدرسه بيدرس صناعة الكيك بانواعه المختلفة اسكيك الاسفنجي وازاي يعرف عيوب الكيك ومن خلال عيوب الكيك يعرف ايه الحاجة اللي نقصه وايه الخلل اللي حصل فيه في عملية التصنيع عشان كده هيعرف ايه هو الحاجة اللي وقع فيها غلط بعد كده صناعة المورقات والاغذية الخفيفة المقصود بصناعة المورقات ابتدي يصنع ازاي الفطير وازاي يصنع الاغذية الخفيفة فيه جزء خاص بجهاز الاكسترودر الاكسترودر ده اللي هو جهاز البسك الحراري إيه هي الشروطه وإيه هي العجينة اللي بتدخل في عملية البسك الحرارة مكوناتها إيه وشروط الجهاز المستخدم إيه برضو كده في فيديو بسيط كده برضو عايزين نعرفه كده اللي هو عن صناعة الكيك عندنا زي ما شايفين كده شايفين الكيكة دي كيكة إسفنجية جميلة جدا شايفين كل حاجة فيها حلوة عندك اللون اللي شايف اللي هشة هشة وشافة سهلة التقطيع بطريقة صحيحة الكيكة دي عشان تتعمل بطريقة صحيحة برضو لابد إن إحنا فيها مكونات مهمة إيه هو بيعملوها بطريقة جميلة جدا بيحط اللبن حوالي نص كوب لبن ساخن طبعا ويبتدي يحط البطر اللي هو الزبدة تستين جرام ويبتدي يعمل عملية بيدوب هذا الزبدة في اللبن الحليب يعني بعد كده بيعمل بعد ما بيبتدي يبتدي يغلي بيسيبه على جنب كده بيعمل عملية التقليب زي ما أنت شايف وبعد كده طبعا ده بيعمل على نطق صغير في المصانع بتعمل على نطق كبير بياخد مثلا بيتين هموة هنا بيعملها بيتين يبتدي يعمل عملية الخفقة للبيت بيبتدي يحط عليها خفقة هو ساعة يحط عليها بقى الإضافات اللي هو عايزة فانيليا أو أي حاجة بعد كده بيبتدي يحط السكر واحد كوباية سكر ده نموذج مصغر لكيك ممتاز ويبتدي يعمل عملية مكسي لها ويبتدي يعمل بيحط السكر شوية شوية ويبتدي يعمل عملية الخلط كويس جدا ولحد ما بيتكون الفوم يعني يتكون يتحول لونها أبيض وحجمها يبتدي يزيد ولونها بيتغير بعد كده بيبتدي يحط إيه الدقيق ده بص كده بعد كده يبتدي يحط الدقيق المختلط بالبيكنج باودر وبص شوف هنا الدقيق بيتحط واحد كوب دقيق يبتدي ينخله كويس وبيحط معامة علاقة بيكنج باودر على هذا الخليط ويبتدي يعمل عملية النخل ويبتدي ينخله بطريقة إيه صحيحة كده اهو النخل اهو بتدي يتعمل اهو عشان الكيكة تبقى ممتازة بعد كده بيبتدي يعمل عملية التقليب اليدوي التقليب اليدوي عشان الهواء ما يبتديش يترغض من بره عمل عملية التقليب الكامل اهيه خلاص كده تقليبت كويس جدا هيبتدي يسكب عليها اللبن الحليب اللي هو بالزبدة يبتدي طبعا هنا فانيليا بيحط هنا الفانيليا سائلة عشان بعد كده بيحط إيه اللبن مع الزبدة اللي هو بتدي يخلطها في الأول وبعد كده بيبتدي عملية العجن برضو الخلط بيبتدي خلطه بالمعلقة يدوي تماما وبعد كده بيبتدي يخلط يعمل الصينية بتاعته اللي حيبتدي يصنع فيها أو يسكب فيها هذا النوع من أنواع الكيك دي كيك اسفنجة على فكرة بعد كده بيبتدي يعمل عملية اللي هو بيعمل هو الصينية بيبتدي يدهنها بالزيت ويحط جواها اللي هو الزبدة ورق الزبدة لمنع عملية الالتصاق بعد كده بيسكوب الكيك اهو كده زي ما انت شايف التغليف الجديد يبتدي يعمل عملية حط الورق الزبدة بعد كده بيبتدي يحط ايه يحط الكيك عمدي طبعا كل ما كانت الحاجة مظبوطة حيطلع كيك ممتاز جدا اهو كده يبتدي ياخد بقى العجينة ويبتدي يسكوبها داخل هذه الصينية زي ما انت عامل كده ويبتدي يدخلها يدخلها فين يدخلها في الفرن المظبوط درجة حرارته خلي بالك يكون الدقة تكفرن قبلها لازم تكون شغاله يبقى درجة حرارته بتبقى ايه بيبتقى حوالي من 40 ل 45 على درجة 180 درجة مقوي شفت كيك منظره عامل ازاي كيك جميل جدا وشاهي طيب هو عايز يختبر بقى لما تيجي تشوف كده عملية ايه يبتدي يحطها على الشبكة اهو اهو الشبكة يبتدي يحطها وبعد كده يبتدي يشيل ايه ورق الزبدة من عليه علشان خاطر يبتدي ايه يشيل ورق الزبدة اهو بشويش كاهو هتبصي تلاقي الكيكة اللي عنده اه شكلها جميل ما لزقتش واخده شوفها عالية ازاي اه صفات الجودة فيها عالية جدا يبقى كده جودة الكيكة عالية جدا اما بيجي قطعها يبتدي قطعها بالسكينة سهل التقطيع ويتبصي تلاقي الكيكة اه ما سامحها كويس جدا ومنتظم منظرها حلو جدا جدا اهو اه طبعا اه فيه دلوقتي اه اه احنا عرفنا دلوقتي صناعة الكيك اه ده احنا كده على نطاق منزلي صغير الكلام ده بيحصل في المصانع بطريقة جميلة جدا فيه حتى تصناعة الجاتوهات وصناعة اه 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 الكريمات اه برضو فيه منهج بناخده برضو احنا خدنا المرة لفاتة جوز فكرة عنه اللي هو الطالب الصناعات برضو اه لابد بيعرف حاجز ما حفظ وتصنيعه واللحوم والمنتجات بتاعت اللحوم كلها السجوء والباستيرما والهامبورغر كلها حاجات بتمس الواقع بتاعنا اه اأمل انكم تكونوا اه اه اعزائي المشاهدين اه استفدتوا من الفيديوهات اللي انا قدمتها النهاردة في صناعة المرباط وصناعة الكيك ومجال التصنيع الغذائي والعجائن اه 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 وان شاء الله الحاجات دي تطبقوها في بيوتكو وتبقى عالية الجودة مفاش اي اخطاء اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى